السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله وبركاته حديثنا اليوم عن العزوبية ونحن في هذه الايام على ابواب فصل الصيف فصل الاعراس وفصل الخطوبة وفصل الارتباط والقران تحدثنا في حلقات سابقة عن الخطوبة والارتباط وتشجيع الشباب على الزواج ولكن اليوم حديثنا عن العزوبية العزوبية التي جعلت الكثير من الشباب والشابات والفتية والفتيات يفضلون حياة الحرية ويرفضون الارتباط مع شريك اخر برباط مقدس حتى صار بعضهم يقول العزوبية تاج على رؤوس العزاب لا يراه الا المتزوجون على نصق الاصحة تاج على رؤوس الاصحة لا يراه الا المرضى هذه العزوبية اصبحت مشكلة تأخر سن الزواج ودائما الانسان يماطل صارت مشكلة كبيرة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من المجتمعات فهذه العزوبية اخذة في الارتفاع في مختلف البلدان حتى المتقدمة منها مثلا الان الامريكا المعروف بانها من اكبر دول العالم من اشد الازمات التي تعاني منها هو مشكل العزوبية الذي يمتد بشكل مخيف وكذلك في اليابان وهي دولة متقدمة عالميا المشكلة الاكبر التي تعاني اليابان الان مشكلة العزوبية وكذلك الصين والهند هذه كلها باتت تشعر بالقلق الكثير من القلق في هذه الدول بسبب العزوبية والبرازيل ايضا حطم رقما قياسيا في العزوبية حتى بعض الدول الاسلامية كما في ايران ايران ايضا تعاني وتدق نقوس الخطر الاحصائيات عبر العالم تشير الى ان نسبة البالغين الغير المتزوجين في الغرب وفي باقي دول العالم ستصبح قريبا اعلى من نسبة المتزوجين واذا وقع ذلك سيكون له تأثير كبير على المستوى الاجتماعي والاختصادي والنفسي تأثيرات عميقة جدا للأسف في بعض الدول نصف البالغين الغير المتزوجين يعيشون لوحدهم من يسافر الى بريطانيا مثلا او الى لندن سيلاحظ بان هناك وحشة ووحدة رغم التقدم التكنولوجي ورغم البنايات الشاهقة ورغم حقوق الانسان والديمقراطية والعيش الكريم ولكن الناس يعيشون لوحدهم وهذا ادى الى تغير نمط الاستهلاك لوحدة في الجانب الاقتصادي ارتفاع المبيعات السنوية لوجبات الطعام الجاهزة وجب الطعام يفضلها العزاب يعني فاستفود بسرعة يأكلها وينطلق الزواج ايها الاحب الكرام باعتباره النموذج الاجتماعي المهيم على تاريخ البشرية يبدو بانه في عصرنا الحالي بدأ يفقد قبضته وبالتالي لاحظنا في السنين الاخيرة تمدد هذه الظاهرة البعض يرجع هذه الظاهرة كون ان العزوبية لها اسرارها ولها جمالها فهم يرفضون الزواج باعتبار ان القفص الدهبي فيه مشاكل كثيرة ولم يفتح ابوابه لهم فالشخص العازب ربما قد يستمع الى بعض الاشخاص المتزوجين يشكون همومهم ويعبرون على انهم يشتقون لحياة العزوبية فلما يسمع هذا الكلام ويرى بانه هو حر يقول لماذا اريد ان اتعب نفسي بحياة مليئة بالضغوطات اليومية والمسؤوليات الاسرية والالتزامات المتعددة مع الزوجة والابناء العازب يقول انا سيد نفسي انا اعيش في المرحلة العمرية التي اكون فيها غير ملزم وغير مقيد باي شيء عندي الاستقلالية في كل شيء يقول انا سيد نفسي العازب له ان ينام وقت ما يشاء ويستيقظ وقت ما يشاء يمكت في البيت او يخرج كما يحل له دون التزامات حتى منهم من يقول انت عازب تاخذ كل السرير لنفسك تتقلب ذات اليمين وذات الشمال تضع المكيف على الدرجة التي تناسبك تترك الضوء مفتوحا او الستارة مغلقة لا احد يزعجك بخلاف المتزوج عليه دايما ان يقتسم هذه الامور مع شريك حياته العزاب يقولون ويدعون بانهم اقل توترا على اعتبار ان المتزوجين يعبرون عن توترهم وقلقهم العزاب يشعر بان عنده وقت كاف لالافوية وعنده كامل الحرية يفعل ما يشاء وعنده المواعدة واللقاءات العاطفية كما يحلو له كل الامكانيات ورد له ان يسافر ان يمكت ان يستيقظ مبكرا ان ينام الى وقت متأخر من الليل ان يلبس ما شاءه حر له المزيد من الفرص للسفر والاستكشاف له الحرية في اختيار المكان الذي يريد ان يعيش فيه او يقضي في عطلته بخلاف المتزوج دوما عليه ان يستشير وعليه ان يأخذ الموافقة وقد لا يحصل عليها ثم البعض يدعي بان العازب عنده القدرة بان يهتم بمستقبله المهني والوظيفي فالفترة العزوبية المتواصلة تجعل الانسان يجعل كل طاقته وكل جهده في العمل وهذا يتيح له الترقي بسرعة في سلم المناصب سواء في الاطار الوظيفي او في الشركات الخاصة لانه يمكنه الوصول باكرا للعمل ويخرج بوقت متأخر ويضل اليوم كله فهذه كلها ادعاءات يقولها بعض العزاب ليقنعوا انفسهم بان العزوبية هي الافضل وهي الفترة الذهبية لكن هذه العزوبية اذا طالت وطالت صارت تسمى عنوسة ومن ثم تبدأ المشاكل لان الحياة في فترة الشباب مثل فترة الربيع مثل شهر الربيع سرعان ما ينتهي الشباب وتبدأ الكهولة ومن ثم فاذا طالت العزوبية تتحول الى عنوسة وتؤدي الى الكثير من السلبيات فيكفي ان من سلبيتها ان معدل السكاني في كل منطقة يزدد فيه الشيخوخة وعزوبية الشباب اذا طالت تكون لها اثر على صاحبها خصوصا في المجتمعات العربية كتكون عيب وعار ان الانسان عازب وتكون الاتهامات والاثر السلبية تتجه اكتر للفتيات للعنصر النسوي لماذا مر عليها القطار فالناس كثيروا الكلام الذي يبدو من خلال الدراسات ان العزوبية اذا طالت فانها تؤثر سلبا على صاحبها سواء على المستوى الصحي حيث ان هناك مشكلات جلدية بسبب انخفاض او ارتفاع في افراز بعض الهرمونات لان الانسان لما يبلغ واحد سن معيا لابد له من التزاوج هذا التزاوج سوف يؤدي الى اندماج وسوف يؤدي لتوازن في الهرمونات وإلا صارت تبدو عليه الكثير من الامراض الجلدية هذا يظهر خصوصا في الفتيات وحتى في الفتيان ثم هناك تأثير سلبي على الصحة النفسية هناك الكثير من العزاب يعانون من الاكتئاب ومن الوحدة ومن الوحشة ويشعرون بالفراغ بل منهم من قد تؤثر على المستوى العقلي يصبح عنده عقلية غريبة لانه يصاب بالوسوس وابسط اشياء يعاني من العزاب انهم قد يشعرون بالغيرة من الاخرين خصوصا في المناسبات وفي الاعياد وفي الافراح لما يكون الناس هكذا استطاعوا ان يؤسسوا حياة مشتركة ناجحة وسعيدة زوج وزوجة واولاد يشعر بانه بانه لم يحصل مبتغاه وقد يشعر بنوع من الغيرة وقد يشعر حتى بالحقد احيانا من الاخرين لماذا هؤلاء عندهم وانا ليس عندي فهذا العزوبية لها اثار كبيرة على المستوى النفسي وعلى المستوى العقلي والصحي وتجعل الانسان يشعر بالحزن يلازمه في كل لحظة لما يرى الزوج مع زوجته واطفاله الصغار يلعبون ويرتعون ويسافرون ويدهبون الى اماكن النزهة هو يكون انداك وحيدا وقد يضجر من العلاقات الغير الشرعية وقد يصاب بنوع من الاحباط لهذا الزواج شيء ضروري ومؤكد هذه العزوبية واسبابها كثير ومتعدد بعض الحكومات تريد في بعض الدول ان تواجه هذه الظاهرة هذه الظاهرة هي قديمة منذ العهود السابقة ربما في عهد الامبراطور اغسطس في روما كان هناك عزوبية وتظهر العزوبية اكتر والعنوسة كلما كان هناك هناك حروب الحروب عادة يشارك فيها الرجال ويقتلون وتبقى هناك فائد في النساء ففي العهود القديمة كان هكذا واخر حربين عالميتين الاولى والثانية التي شهدها العالم المعاصر ادت الى انخفاض نسبة الضكور امام الانات وهذا ايضا ادى الى ظهور العزوبية المطولة وموضة الامهات العازبات لاحظنا في العهود القديمة كان هناك بعض الحكومات تفرض ضريبة ضريبة على كل من هو عازب وعنده القدرة وهذه الضريبة فيها نوع من من الاعتداء على حقوق الانسان قد يكون الانسان وحر ارد ان تزوج او ارد ان يبقى وحيدا وحر لكن ان تفرض عليه ضريبة لانه لم يتزوج وعنده القدرة على ذلك هذا مناقض ومصادم لمبادئ حقوق الانسان نلاحظ في بعض الدول المتقدمة الان في امريكا مثلا عندهم هذه الظاهرة عوض ان يفرضوا ضريبة لا قاموا بتمويل ما يسمى بمبادرة الزواج الصحي مبادرة الزواج الصحي لتشجيع الابوين الغير المتزوجين على الارتباط امريكا هناك ظاهرة ان رجل يلتقي مع امرأة يعني لا يذهبون لا الى القضاء ولا الى العدول ولا الى الكنيسة علاقة عاطفية التقوا في قارعة الطريق او في المقهى او في الشاطئ وتصير علاقة بينهما علاقة عاطفية يترتب عليها حمل ويكونون لك الاخلاص ويسيرون هكذا ما عندهم اي وثيقة تثبت انهم زوجين حقيقيين فقط انهم حرية لا يؤمنون بالقانون ولكن هذه الظاهرة لما بدأت تمتد صارت لها صارت تشوش على نظام الدولة واستقرار الاسرة هذا ما جعل في امريكا يضعون ما يسمى بتمويل مبادرات الزواج الصحي اعتبروا هذه العلاقة غير صحية بل حتى في بعض الدول العربية مثلا في الامارات العربية المتحدة نلاحظ بان دولة وضع انفقت منح كثيرة لتشجيع الزواج تعطي لمن اراد الزواج انه يطلب منحة منحة للسكان للعمل وتعطي منحة ضخمة بل ان الدولة ترعى حفلات الزفاف الجماعية دائما في مقتبل فصل الصيف تقيم حفلات واعراز كبيرة جدا تسمى حفلات الزفاف الجماعية يشارك فيها الجميع فهذه الامور هي مهمة للغاية من اجل تجاوز المشكل دي العنوسة ودي العزوبية لانها فيها الكثير من ال من ال الاثار السلبية اذا تسألنا ما هو منظور الاسلام الدين الذي يؤثر الفكر والعقيدة والسلوك في البلاد الاسلامية من هذه القضية الجواب ان الاسلام هو لا يقر بالعزوبية المطولة مدى ما لا يجد هناك مانع دوري للزواج الزواج هو واجب على كل مسلم بالغ حقل لديه الامكانيات المادية ويستطيع الزواج المسلم اذا كان بلغا وعقلا وعنده الامكانيات ثم امتنع عن الزواج يكون عاصيا لله لانه يكون مخالفا لسنة الانبياء والمرسلين فقد جاء في الحديث انه كان ثلاث رهط من الشباب جاءوا الى بيوت ازواج النبي يسألون عن عبادة النبي فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها ثم قالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من نبي وما تأخر لما سألوا ازواج النبي عن عبادة النبي قالوا بانه كان يقوم الليل وكان يفعل ويفعل ويفعل فقالوا هو غفر الله له ما تقدم من نبي وما تأخر اما نحن فلا علينا ان نشهد فقال احدهم اني اصل الليل ابدا ولا ارقد وقال الاخر وانا اصم الظهر ولا افتر وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا هدو تتذل الشباب كل منهم عندوا صدق في النية وعندوا قوة تدين واراد ان يعبر عن عبادته لله الاول دروا ندر انه يصلي الليل سوف يقوم الليل ولا ينام تقربا لله اعتبر هذه عبادة التاني قال انا اصم الظهر كل ايام اصم ولا افتر والتالت اختار الاعتزال انه يعتزل ان النساء يبقى عازب بدون زواج فلا اتزوج ابدا فلما سمع النبي الكريم بمقالتهم قال انتم الذين قلتم كذا وكذا قال نعم قال والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافتر واصلي وارقد واتزوج النساء واتزوج النساء فمن رغم عن سنتي فليس مني هذا الحديث الصحيح المروي في الجامع للبخال ومسلم يؤكد بان الاسلام يحض ويحط على الزواج وينهى عن العزوبية وان تكون مطولة وشبهها بالرهبانية ورهبانية امتدعوها من عند انفسهم ربنا لم يكتب عليهم بل ان النبي الكريم حذر واعتبر بان ذلك فيه فساد حتى قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير اذا طالت العزوبية انتظروا ان هناك الفساد هذا شيء متوقع ولهذا الاخيار يحرصون على انهم يبتعدون عن هذه العزوبية ويجيدون لها الحلول من اهم الحلول المقترحة هي اننا ننشر ثقافة الزواج بين شباب الامة ابناؤنا وابناء الوطن نشجعهم على ثقافة الزواج لماذا؟ لانها ينتهي ببناء اسرة وهذه الاسرة تكون مؤسسة اجتماعية تضمن استمرار الحياة المطمئنة وهذا يقتضي من الدولة ان تبسط الاجراءات اجراءات الزواج والتقليل من متطلباته خصوصا الاسر التي تفرض المهر الغالي والعرس الثمين تقليل من طلباته ثم ينبغي ان يكون لك التيسير في التعارف ما بين الشباب والشابات اما عن طريق جمعيات او مواقع معينة او اسباب كثيرة وسائل اعلام تساهم في التعارف بين الشباب والشباب والشابات الراغبين في الزواج وبالنسبة لابناء الفقراء والمعوزين جميل ان تنشأ صندوق بمساهمة الدولة بمساهمة رجال الاعمال بمساهمة كبار الشركات الاشهار تكون دورها هو توفير القروض بدون فائدة للمقبلين على الزواج قروض على المدى البعيد بدون فائدة لاقتناء السكن ولتجهيز البيت وغيرها قروض تسمى قردا حسنا قرد حسن لهؤلاء الشباب الجدد ثم لابد من الحكومات ايضا تتحمل مسؤوليتها بتوفير المزيد من فرص الشغل للشباب مبكرا فرص الشغل لانسان بعد 25 سنة لابد ان يكون يعمل لابد ان يكون له مدخول اما اذا تجاوز الاربعين سنة ولا زال عطلا فاننا نكون امام تشجيع للعزوبية والعنوسة والعياد بالله الذي يبغي ان نؤكد عليه ايها الاحباب الكرام ان الحياة الزوجية هي لها معاني رائعة ولها اسرار عظيمة ولا فوائد لا تقدر بثمن الانسان حينما يتزوج يشعر بالسكينة والطمأنينة ويكون اسعد لما يرزق بالاطفال ويكون اسعد واسعد لما يكون عائلة مستقرة ومنسجمة ومتناغمة فالزواج هو نصف الدين لكن ما نسمعه من الحنين الى الحياة العزوبية يراود بعض الازواج واذا ذكرون ايامهم الاخرى هؤلاء ربما حكموا على تجربتهم بالنقصان او الفشل وإلا فان معظم الازواج يعربون عن سعادتهم بحياتهم الزوجية رغم كثرة المسئوليات المثقلة على عتقهم معظمهم يرى بان دوره هو ان يفكر في المستقبل وان يرتقي بمستوى حياته مع زوجته ومع اولاده ومع كل هذا نؤكد بان كل انسان في اعماقه يعيش شاب اعزب لا يزال نائما ولكنه يستيقظ بين الفين والاخرى هناك ازواج تزوج منذ عشرين ثلاثين سنة ويقول لك انا اشعر بداخلي شاب اعزب لا زال لا زال نائم لكنه قد يستيقظ في اي لحظة يبحث عن الحرية يبحث عن الخروج من القفص الدهبي يريد الاستمتاع بفوضى الحياة ويحب الوحدة واللمسئولية هذه مسألة نفسية كما ان كل كل رجل بداخله طفل صغير وبداخله شيخ هرم ايضا بداخله اعزب يحب الفوضى ويحب اللامسئولية ويحب الحرية بين الفين والاخرى وعلى المرأة انها انها تدرك هذه الحالة في زوجها وتحاول ان تراوده بالطريقة التي يبقى بين احضانها وفي جدرانها لهذا لا بد ان الانسان يراعي هذه الصفات النفسية والعازب الحقيقي هو فترة زمنية مضت لكن لا بد انه يستمر على الحياة التي هي مليئة بالمسئولية ومليئة بالسعادة ايضا لن اطيل عليكم مستمعي الافاضل نريد ان نفتح النقاش حول هذا الموضوع موضوع العزوبية هل حقا ما يقال عنه بان العزوب يتاج على رؤوس العزاب لا يراه الا المتزوجون هل حقا المتزوجون الاكثر سعادة ام ان العزاب في ظل الضرف الراهنة هم اصحاب الحظ السعيد يحضون بالحرية ويحضون بالحياة السعيدة والنعمة الكلمة لكم ايوالاحباب الكرام تعرضون تجارب حياتكم وتعبرون عن مشاكلكم وهمومكم الغاية هي اننا نتعرف عن الايجابيات وعن السلبيات لكي نصلح من وضعيتنا الاسرية ونصلح من حياتنا في هذه الدنيا حتى نصير برحاب الاستقرار والطمأنينة والسكينة ارقام ارقامنا الهاتفية كالعادة هي 05 22 88 00 60 61 62 او الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 51 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة